بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم مرحبا بكم حبيبي في فيديو جديد الفيديو تعلوم اليوم لبنات اه هنديرو صابلي اسهل صابلي ممكن تشوفوه اول حاجة لبنات حطينا كاستع سكر سيكخو غلاس زدنا عليه كاستع الزيت وخلط غير بالفوي ما تحتاجوش الباطر في هذا الصابلي وهذا صابلي ستقوني ناجح وابنين بزاف بزاف ويديرلك كمية ما شاء الله نحتاجو لبنات اثاني لفاني نحطو لفاني مع سيكخو غلاس والزيت ونخلطو بيام بالفوي يعني مان بان دو مينوت خلطو ماشي بزاف حتى يعني يتجانسو هذاك الزيت والسكر وبعدها نزيدو عليه ثلاثة حبات تاع البيض ونكملو نخلطو انا هنا البيض لبنات اجبتو من الفرجي دارو خدمت بيه ديريكت على بيها جاني شوية طولت مفتحتوش شانتو مرش يبدو البيض قبل لانو باش يكون بحرارة الغرفة لبنات في هذا الوصفة نحتاجو فيها 600 قرام فارينة تخيلو معي 600 قرام فارينة شوفوا معي الكمية اللي راح تخرجها لكم ما شاء الله نبدأ لبنات نحط في الفارينة تاعي ونخلط بالفوي حتى الوين تبدأ تتلملي وترجع لي على شكل عجين كما كم تشوفوا لبنات نحاود نكمل هذيك الكمية كاملة اللي عندي ونراح نزيد نجيب هذي 300 قرام فارينة وكينا البنات نحتع فارينة اللي يشرب وكينا لي ما يشربش انت يديري 500 قرام هذيك اللي تبقالك حطيها بشوية هكذا البنات ندير الخميرة تاعي في الفارينة ونحط يدي هذي المرة ونبدأ نخلط يعني ندخل هذيك الفارينة مع المكونات كما تشوفوا معي البنات ندخلوها غرب صباحنا قبل ما نعجنو كما تشوفوا غرب صباحي ندخل هذيك الفارينة مع هذوك المكونات بالنسبة لهنا البنات لابات راه يتبقى شوية طرية يعني ما تدروهاش يابسة ثاني البنات لهنا لابات توجور توجور لابات تحساب لي تاعكم تغطيوها ما تخليوهاش كامل يضربها لهوا بعد ما تكملي تجمعيها كما تشوفوا معي البنات تحطيها اما في صاشي وتقفلي عليها اما في هذ الغسي بيون تاعك بعد وتغطيها وراح نروح باش نفتحوا هذ العجينة تاعنا نحب نقول لكم البنات قبل ما نفتح العجينة تاعنا اذا ماكمش مشتركين في القناة ياريد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس هكذا يوصلكم كل جديد وصفاتنا اكيد كلها سهلة وبسيطة كما شفتوا معي البنات اها قداراني كملت جمعت العجين تاعي بعدها البنات نحي منو بالطرف ونعاود نغطيه ونروح نخدم شوفوا معي البنات العجينة تاعنا كيفاراهي البنات انا التوجر العجين تاعي تاع سابلي نفتحوا على طرف البلاستيك انا عندي هذ البلاستيك هذا ولي نفتح لي ولا اديري الصاشي تاع الخبز الصاشي اللي نشري فيها الخبز هذيك هايلة ثانية تحت تفتح لك سابلي تاعك باللبيان باش ما تديريش الفارينة ومبعدة تشيح لك لابات ومبعدة تحصلي فيها هكذا حطي الصاشي من تحت وهو يغطي ثاني بطرف الاخر تاح الصاشي وحلي لابات تاعك يعني بكل سهولة كما راكم نشوفوا معي البنات نحلوها على عرض 2 ميليمتر لانو البنات هنا خميرة الحلويات راني نسيت نقول لكم باللي راني درت زوج علب تاع خميرة الحلويات يعني درت كيسين هاني نسيت نقول هذا المعلومة المهم البنات كيسين خميرة الحلويات حطيتهم في هذي كلفارينة وكملت دخلتها مع المكوينات الاخرين هكذا البنات نحلو رابات تاعنا غرب شوية يعني ما نلضش عليها بزيف وهي راح تتحلنا بكل سهولة لانو فيها الزيت وبعدها البنات انا اخترت ندير هذا الطابع الدائري البنات هذي الكمية خرجتلي 52 حبة يعني كمية ما شاء الله 52 حبة بعد ما لصقتهم يعني حبة معاختها يعني يعني الكمية تاع هاي لبزب بزب بزب وتكفي سوغته احنا يا الله يبارك في الاعياد تاعنا الجزائريين نحبو نديرو قاطو يعني ما شاء الله نحبو نديرو البخيستيج امام طول لازم نديرو كميات لي تكفي توجور انا هذا هو اللي نعاون به وإلا في القهوة العشية ولا تديريه تعدي تفطري به كل يوم يعني قاطو ساهل وليه ليه تكمليه امام التزين تعول البنات انا راح ندير له غير سيكوكلاس انتي تحبي تديري شوكولات حبي تزينيه كما حبيتي تزين يبقى اختياري ويرجع ليك مكدا البنات انا درتو طابعتو دائري وبديت نحط في السينية تعيين حطها في الفرن 180 درجة البنات نشعل نفوق والتحت في زوج ونخليه مدة 7 دقايق 8 دقايق راح يكون طاب ونزيد نكمل الكمية الاخرى اللي بقات لي هذا هو البنات الصابلي تاعنا بعد ما طاب شوفوا معايا البنات يعني او يزيد شوية في الحجم تاعو بويس كدرنا زوج صاشية تاع خميرة شوفوا معايا من تحتها غير جد ما يهز هذيك الاكولاغ نجي بدوه هاوليك البنات انا دكار راح نلسقو حندير كريمة الزبدة درتها بينكهة القهوة كريمة الزبدة لبنات راني خدمتها بيدون بيض هكذا باش ندير بيها صابلي تاعوي يقدر يبقى لي اسبوع لانك اذا درت فيها البيض ارمش رايحة تبقى معاك رايحة تفسد وتقولي موضرة بالصحة اه بالنسبة لكريمة الزبدة لبنات الوصفة تحراي موجودة في القناة بركن نحطها لكم اه في تعليق يعني باش تلقوها وتتعلموها يعني اه وصفة سهلة جدا جدا لي نعتمدها انا منذ اه مدة ما فيهاش يعني نديرها بلا بيض هي اللي لسق بها توجور لصابلي توعي اه بويسك اقتصادية وتلسق لك كمية ما شاء الله وما نكديري لها القو يعني انا درت لها ذلك ذوق القهوة ديفو ندير لها الليمون سوختوك ندير صابلي بذوق الليمون نخدم كخيمة كخيم وبوغ يعني وندير لها ذوق الليمون ثاني جبنينة بزاف بزاف هكذا البنات انا نكمن اللسق كامل للحبة التاعي وشوفوا معايا البنات انا يعني درت له تزيين بسيط جدا غير درت له السيكوغلاس شوفوا معايا البنات يعني هكذا لي فطور الصباح ولا للقهوة تعالعشية ويعني بخيزون طابل وباقي وبنين وفي صحتكم ونتمنت كل فيديو عجبتكم وتكون الوصفة نالت اعجابكم استنوني في فيديوهات اخرين ان شاء الله ابقوا في ادماء القناة ابداعية مرأة جزائرية تلولي في روحكم والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة